أهلا وسهلا بكم في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري رياضي الحياة قابل الكسيس مازن نصراوي رائعي كنيسة التحالف في القدس كسيس مازن شو هي كنيسة التحالف؟ كنيسة الاتحاد هي كنيسة إنجلية موجودة في البلدة الأديمة موجودين إحنا هنا في هذا المبنى من سنة 1950 وهي كنيسة مثلها مثل باقي الكنائس الكنيسة الإنجلية تختلف نوعا ما بعقائدها من الكنائس التاريخية التانية هي مركزة على الإنجيل أكثر وهذه هي الكنيسة الإنجلية الموجودة في البلدة القديمة هل الكنيسة في القدس عندها كتير من الاحتياجات؟ طبعا عنا احتياجات عديدة احنا يعني من الناحية المالية نعتمد على نفسنا من ناحية أماكن نقدر نستخدمها من أجل برامجنا ومن أجل أنه أي مشروع بدنا نعمله ما فيه كنائس إنجلية تانية من نفس العائلة اللي تقدر تساعدنا من روح على نستخدم الأماكن العامة وطبعا بكون الموضوع المصاري موضوع مهم في هذا الموضوع بس هذا الاحتياج الرئيسي طبعا احنا هدفنا الرئيسي هو أنه المسيحيين الفلسطينيين الموجودين في هذه البلد أنهم يجوا ويعرفوا الكتاب المقدس يعرفوا قلمة الله وهذا بأخذ وقت ومجهود وتعب وبدو ناس تشتغل على هذا الموضوع فالاحتياج كبير شو هي البرامج والخدمات اللي بتقوموا فيها في الكنيسة؟ عنا خدمات للنساء وعنا خدمات للشبيبة وعنا خدمات للأزواج وعنا خدمات للأطفال مدارس أحد وعنا خدمات اجتماعية كمان منوزع معونات منوزع هدايا في الكريسمس منوزع هدايا للأسبوع كان عنا توزيع أدوات مطبخ هذه الأمور اللي بتخلينا في تواصل دائم مع الناس عارفين احتياجاتهم هم عارفين أنه الكنيسة بتحبهم ووقف معهم وبتسعدهم وداخل الكنيسة في اجتماعاتنا مع الشباب والنساء والشبيبة والأزواج احنا منعلم الكتاب المقدس منخلي الناس حقيقي تركز في علاقتها مع الله هناكد لما الناس تيجي في علاقة حقيقية مع الله هناكد راح تلاقي السلام لأن السلام بينبع من الداخل راح تلاقي الأمان راح تلاقي الفرح راح تلاقي معنى الرجاء خاصة في الظروف اللي احنا عايشينا ما في شيء ممكن يكفي هدول الناس إلا إذا فعلا تقووا من الداخل في علاقتهم مع الله استمدوا سلامهم ورجاءهم من الله والناس اللي في الخارج زي ما قلت منكون معهم على تواصل بس منفرجهم محبة المسيح من خلال مساعدتنا لإلهم وقفتنا معهم في احتياجاتهم المادية إذا سألوا أسئلة روحية منحاول نجاوبهم مرات في ناس بيكونوا باحتياج أنه نصلي من أجلهم منروح نصلي من أجلهم وهذه بعض الخدمات الموجودة في الكنيسة في هذا اليوم هل الكثير من المؤمنين في الكودس بيغادروا المدينة مثل ما عم يحصل في مدن أخرى الإحصائية الأخيرة اللي سمعتها أنه في القدس والدفل الغربية على الأقل في 600 شخص سنويا عمالهم بيترخوا الأراضي المقدسة بسبب عدة أسباب طبعا مدى صحة الجانب الشبابي في الكنيسة؟ هل بيواجهوا العديد من المشاكل والصعاب هون في الكودس؟ الشباب طبعا ما في بالنسبة لنا في القدس الشرقية الشباب ما في لهم أي مصادر ترفيه أي مصادر اللي هما يقضوا وقتهم بطريقة صحية ما بدأ قول ما فيه طبعا بس المصادر قليلة جدا ودائما فيه التزامات مالية ودائما فيه فبالنسبة للمسيحيين العرب طبعا والمسلمين كمان بفئة الشبيبة بشكل خاص حقيقة هما فيه احتياج كبير أنه القنائس والمؤسسات تشتغل على أنشطة اللي تحتوي هذه الشبيبة للأسف كل مؤسسة وكل كنيسة بتعمل حالة ما فيه تنصيق وهذا بيخلي مجهوداتنا بيخلي مجهوداتنا هيك تتبعطر بين المؤسسات وبين القنائس وما بيخلينا نأسس شيء حقيقي فالموضوع بيكون برنامج هنا صغير وبرنامج هنا صغير وبرنامج هنا صغير لكن ما فيه عمل يتأسس الشبيبة اللي يدم الشبيبة اللي يثقفهم واللي حقيقي يخلي الشباب تطلع على مستقبل فيه أمل وفيه رجاء فيه علاقة حقيقية مع الله فيه علاقة حقيقية مع بعضهم البعض هذا الجانب قليل جدا وإحنا ككنيسة بنحاول نسوي دورنا لكن كيف قلت قبل الشوية إحنا محدودين خدامنا إحنا الخدام فيه أنا وكمان شخص خادمين في الكنيسة بكل وقتنا بنخدم في الكنيسة لكن باقي النشاطات تعتمد على أشخاص أخوة وأخوات متطوعين اللي بيجوا بعد أشغالهم فمجال الشبيبة كتير محدود وإحنا بنصلي أنه نشوف حقيقي أشياء عمالها بتتأسس في القدس الشرقية من أجل الشبيبة لأنه إذا ما تأسست برامج مثل الموجودة في الجانب الإسرائيلي في تركيز كبير على الشبيبة إذا ما تأسست برامج عندنا الشباب رح يظلوا يلتجوا للمخدرات رح يظلوا يلتجوا لشرب خمر رح يظلوا يلتجوا لعداد سيئة موجودة في المجتمع ومش رح حقيقي نشوف جيل لقدام جيل اللي بده يغير في المجتمع فالموضوع محتاج حقيقي خاصة في هذه الزاوية لانطلاق أكبر انت بتكون بعمل مخيمات للأطفال الكبار كل سنة؟ بنسوي برامج لمخيمات صيفية كل سنة ويعني بالنسبة للمخيمات الصيفية هلأ بتدقت تنتشر بشكل أكبر احنا بنسوي مخيمنا الصيفي بيكون مركز على تعليم جزئيا من الكتاب المقدس علاقة الأولاد مع الله ويكون كمان مركز على نشاطات ترفيهية ومركز على نشاطات تربوية اللي من خلال الولد يطلع وفعلا يعني يكون مكتسب شيء من خلال هذا المخيم الصيفي نعم نعمل كل سنة مخيم صيفي زي ما قلت عنا تحدي بالمباني تبعتنا احنا مبانينا محدودة دايما كل سنة عنا تحدي وين نسويه بما انه مركز على فئة البلد القديمة فدايما كل سنة بخدنا مجهود كبير حتى نلاقي محل نشتغل فيه للمخيم الصيفي لكن فيه انجذاب من الولاد كل سنة الولاد بيجوا وبسألوا وبيطلبوا الأهالي كمان وهذا واحد من النشاطات الناجحة في نشاطات الكنيسة كيف أصبحت مؤمن؟ كان عمري 29 سنة وكان فيه فريق تسبيح يقود تسبيح ويعمل ترانيم في منطقة عامة مفتوحة رحت على هذا المكان اسمعت الترانيم والتسبيح وكان فيه عظى من الكتاب المقدس وأنا صحيح مسيحي لكن كنت بعيد كل البعد عن معرفة الله لكن من خلال الاجتماع هذا والتسبيح والترانيم والكلمات اللي كانت بالكتاب المقدسة الكتاب المقدس هيك الله بلش يتعامل في قلبي على طول بعدها رحت على الكتاب المقدس بلشت أقرأ بلشت أتعرف على فكرة الله اكتشفت أنه أنا مسيحي بالإسم لما بلشت أقرأ كلمة الله وأنا محتاج أبني علاقة شخصية مع الله وبعدين صليت وبلشت أدرس كلمة الله واتبت عن خطاياي اللي كنت أعملها كنت عايش في خطايا عديدة وبلشت أدرس كلمة الله وبعد سنة الله دعاني كمان للخدمة من خلال أوقات صلوات وكنت أقعد مع الله وأصلي الله دعاني للخدمة وجيت للكنيسة والكنيسة عينتني خادم متدرب لمدة خمس سنين درست لهوت وصرت خادم متفرغ في الكنيسة هل الكساوس العرب والكساوس الإسرائيليين على علاقة طيبة مع بعضهم البعض؟ في علاقات بين القصص العرب والقصص اليهود لكنها علاقات محدودة جدا إحنا بنختلف في اللهوت عن بعض وهم في عندهم فكر مختلف عن فكرنا عن موضوع الأرض ولهوت الأرض هذا بخلينا بخلي العلاقة فاترة شوي لكن إحنا بندرك أنه كل شخص مؤمن في المسيح هو ينتمي إلى نفس العائلة بغض النظر عن أصله ومن أي جنسية هو لكن إذا إحنا مؤمنين بالمسيح كلنا لدينا فكر واحد وقلب واحد قد نختلف في اللهوت وهذا بخلي العلاقات أضعف لكن نسعى أن يكون في علاقات وضية منيحة وفي الوقت الحالي علاقات محدودة لكن يمكن في المستقبل يتغير هذا الموضوع الآن مع العنف المستمر هون ومنشوف العنف على التلفزيون كديش صعب عليك أنه تضل إيجابي وأنه توعظ بالأمل للكنيسة صعب جدا صعب جدا لكن الرجاء المسيحي هو أنه يتمسق في قلمة الله فمن زاوية المشاعر يعني مشاعرنا دايما تتألم لما نشوف عنف خاصة لما نشوف العنف عماله بأثر على الشعب الفلسطيني لكن الرب يسوع قال أحب أعداءكم مباركوا لعينيكم فإحنا رح نضلنا نحكي في هذا الرجاء رح نضلنا نبشر في هذا الرجاء هو هذا الشيء الوحيد اللي خلينا قاعدين في الأراضي المقدسة أنه عندنا رجاء أنه نشوف فعلا بلادنا أهلينا كل الناس اللي حوالينا عندهم سلام من الله في قلوبهم ومن ناحية صعب صعب بس يريد يعني إحنا بدنا نعمل كل شيء سهل علينا أكيد هذا مش في نطاق هذه الأرض بدنا نعمل الشيء الصعب حتى نشوف فعلا يد الله موجودة في وسطنا سلام الله موجود في وسطنا المسيح قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم سلام فهذه الرسالة اللي بنقدمها أنه في رجاء الله معتني فينا الله بعث يسوع المسيح حتى يخلص البشرية كله وفي رجاء للكل وبدنا نظل نتكلم في هذا الموضوع هل من الصعب إيقاف الشباب عن الكره؟ كلمة الله تغير لكن طبعا هذا الشيء بيأخذ وقت طبعا الكلمة موجودة وواضحة وكل إنسان بييجي لمخان يتعامل مع مشاعره الداخلية يعني قد يتغلب عليها وقد هي تغلبه لكن في قوة الله في معونة حقيقية من الله لما الإنسان بوقف قدام الله رح يقدر حقيقي يتغلب على مشاعره رح يقدر رح يقدر يغفر رح يقدر يحب بس حقيقي مش من قوته الذاتية لكن من قوة الله وإحنا من آمن أنه في المسيحية من آمن أنه الروح القدس ييجي ويسقن داخل الإنسان والروح القدس هو يعبر عن فقر الله في داخل الإنسان ويعطيه معونة إلهية حتى يتغلب على مشاعره البشرية في النهاية القانون الإلهي الأول هو المحبة القانون الإلهي الأول في كل البشرية هو الحب إذا ساد الحب رح نقدر نوصل لمجتمع كتير كتير أفضل شو هي صلاتك للأراضي المقدسة؟ صلاتي للأراضي المقدسة أنهم يعرفوا الله ويكونوا أربين أكتر من الله وصلي للشباب أنه حقيقي تتقرب من فقر الله المحبة للآخر العدالة طبعا العدالة هي جزء من فقر الله لكن كيف نحقق العدالة؟ ما شرح نقدر نحققها إلا لما حقيقي نيجي ونطلب وجه الله يا ربي ساعدنا يا ربي وقف معنا يا ربي إحنا محتاجين معونتك في هذه الأرض كتير مرات منفكر أنه قد نعمل الأمر في إيدينا وإحنا لحالنا لكن الله هو أساس كل الوجود إذا إحنا بنطلب معونتهم إذا إحنا بنوقف قدامه ونقول له يا ربي ساعدنا حتى نشوف هذه الأرض في عدالة أكتر حتى نشوف هذه البلد في حرية أكتر إيد الله فوق الإيد وسلطان الله فوق السلطان وقوة الله فوق كل قوة لكن حقيقي صلاتي أنه الناس تدرك هذا الشيء لأنه إذا أدركت هذا الشيء هي رح تلتجئ لأ الله إذا ما أدركت هذا الشيء رح نضلنا في معانا لمعانا في معانا لمعانا وهذه هي الخطية التي تعمل في قلب الناس حتى تجيبهم على مكان كأنه إحنا نستغني فيه عن الله لكن الله دائما يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أنا أنا وريحكم فالله هو الذي يعطينا الراحة هو الذي يعطينا القوة فصلاتي للأراضي المقدسة أنه نلتجئ لأ الله أكتر ونطلب وجه الرب أكتر شكرا كسيس مازن وشكرا لمستمعي برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتسوي عشان تعمل فرق في مجتمعك؟ شكرا للمشاهدة